اللي احنا فيه دوت انا بسميه الاختبار للانسانية المليء بالاسئلة الاجبارية هذا اختبار للانسانية مليء بالاسئلة الاجبارية مفوش اي اسئلة اختيارية على فكرة احنا بنسأل البشر كلها اين القيم في التعامل مع الاطفال والنساء والشيوخ من اهل غزة اين المسواة اللي اشار اليها حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على اعجمي ولا لعجمي على عربي الا بالتقوى التقوى هو التمسك بالاخلاق والحفاظ عليها الحفاظ على البشر والانسانية ان احنا نتق الله في عيال الله في خلق الله مش ان احنا نتبع نعتبر ان في حد من البشر دولة لا قيمة لهم ممكن نكنسهم من الارض لا محدش هكنس من الارض احنا بنؤمن ان كل انسان له قيمة لان الله خلقه فهذا عبد وهذا من عيال الله حدش لا يتعرض لا الدم ولا العرض برضو برضو من الاسئلة الاجبارية هل السلام صعب على الناس الى هذه الدرجة ونحن نطلب الناس بسلام رسول الله الذي ارسله الله رحمة للعالمين وما ارسلناك الا رحمة للعالمين هو ده صعب على البشر ولا هو بيبقى سهل على البشر لما يكون لجنس ويبقى صعب على البشر لما يكون لجنس تاني ده سؤال مقرع على فكرة ده سؤال يعني في الاختبار الانسان اللي احنا فيه ده ده سؤال اجباري على فكرة من السؤال اختياري ولذلك كل الاقلاء كل الناس الشرفاء كل الناس الطيبين اللي عندهم اخلاق في العالم كله رفضين ده ولذلك ايه اللي حاصل اشتركوا في القناة